أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقد أنها تقوم حاليا بمعينة جميع اللجان الفرعية التي ستجرى فيها عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية للتأكد من سلامتها الإنشائية والفنية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تتصابق الزمن من أجل الانتهاء من جميع الاستعدادات ومستلزمات العملية الانتخابية مشيرا إلى الانتهاء فعليا من التصور النهائي للجدول الزمنية للسبق الرئاسي والذي سيعلن عنه في مؤتمر صحفي عالمي قريبا جدا ولكن عقب الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية أضف المستشار وليد حمزة أن الهيئة تقوم أيضا بمراجعة منظومات المجتمع المدني المرخص لها هذه المنظمات من الهيئة سابقا بمتابعة الانتخابات كما أنها ترحب باستقبال أي منظمة ترغب في متابعة الانتخابات وفقا لما أقره القانون وكذا بالنسبة لوسائل الأعلام المحلية والأجنبية ترجمة نانسي قنقر